جدد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر مطهر الإرياني التحذير من عودة تفشي مرضى الحصبة لدى الأطفال بالمناطق الخاضعة لسيطرة الماليشيا الحوتية التابعة لإيران وأوضح الإرياني أن تفشي الأمراض ولو بآناتج عن الإشاعات وحملات التعريض الممنهجة التي تقودها الماليشيا ضد اللقاحات والقيود التي تفرضها على برنامج وحملات التحصين ثواء التغذية الناتج عن الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنين جرى توقف المرتبات مشيرا إلى أن التقارير الميدانية تؤكد أن المستشفيات في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الماليشيا الحوتية تستقبل بشكل يومي عشرات الحالات لإصابات مرضى الحصبة وغيرها من الأمراض ولوبئة القاتلة وأنه تم تسجيل وفاة عشرات الأطفال بجائحة الحصبة في ظل حالة تعتيم إعلامي تفرضه الماليشيا الحوتية اشتركوا في القناة